اصابة الاعلامي المعروف علي فقندش بفيروس كورونا المستجد وإليكم آخر التفاصيل والأخبار ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر اللايك واشترك حيث تداول نشاطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي علي فقندش يوجه فيه رسالة لمحبيه في الوقت الذي يخضع لفحصات بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بدأ يعرف باسم كوفيد-19 وإذا فيش كله اللي يجي من الله جميل ولا أجمل وأنا أتمنى أنه ما يكون الله خير وأعلن ناشطون صحفيون أمس أن الإعلامي المعروف علي فقندش قد أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم نقله على الفور إلى إحدى مستشفية العزل الصحي لتلقي العلاج اللازم وقد أكد الإعلامي المعروف أنه تم إجراء تحاليل وفحصات ويتمنى أن تكون الأمور بألف خير وإشهد الإعلامي علي فقندش بالخدمات التبية التي يتم تقدمها لمرضى كورونا داخل المستشفى الذي يطلق فيه العلاج مؤكدا أن الأطأم التبية والعملين يؤدون واجبهم على أكمل وجه دون تقصير علي فقندش هو كتب ومؤرخ ونقد فني سعوجي من أصل يمني وولد في العام 1957 وهو رئيس قسم الفن في صحيفة عقوز وصدرت له مجموعة من المؤلفات ولقب بسفير الصحافة الفنية والعربية وهو يمني الجنسية ومولود بسودان ومقيم في المملكة العربية السعودية حيث أصيب الإعلامي المعروف علي فقندش بالفيروس كورونا المستجد وجر نقله إلى إحدى مستشفى العزل لتلقي العلاج اللازم وقم بنشر مقطع فيديو وصقه أحد الأشخاص من داخل المستشفى في الإعلامي المعروف الحمد لله ليس هناك إلا الخير الحمد لله ربنا أقرمني بالصحة والعافية إن شاء الله اشتركوا في القناة